وعقب جولته التفاقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع الشركة العربية للتجارة وتصنيع وخدمة النقل بمدينة السويس الجديدة ويعد المصنع قاعدة صناعية عملاقة بمدينة السويس الجديدة وهو استثمار سعودي يمثل بكورة للتعاون المشترك مع شركة كينج لانج الصينية التي تتيح نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمصر بالإضافة إلى توفيره عائدا كبيرا من فرص العمل